جولة جديدة من الحوار الفلسطيني انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدد من الملفات من بينها الانتخابات التشريعية وتشكيل المجلس الوطني ومع بدء جلسات الحوار أكدت حركة حماس رغبتها في تشكيل حكومة وحدات وطنية أياً كانت نتائج الانتخابات التشريعية والذهاب لإجراء انتخابات الرئاسية بالتوافق على مرشح وطني وصولاً لإجراء انتخابات المجلس الوطني لإعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير من جانبه قال جبريل لرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح إن الفصائل المجتمعة في القاهرة ستقر وثيقة شرف لضبط العملية الانتخابية وأضاف أن المثاق سيشكل ضابط إيقاع ومدونة سلوكية لكل القوى السياسية والشعب الفلسطيني مؤكداً أن الانتخابات التشريعية القادمة يجب أن تكون خالية من كل مظاهر التوتر والتخوين أو ما يؤدي إلى العنف آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي كانت قد أقيمت مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية سبقتها بعام انتخابات الرئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس حوار القاهرة سيكون في جلستين الأولى تتعلق بانتخابات المجلس التشريعي وخلالها سيتم تبادل الآراء حول الآليات الصحيحة لإجراء العملية الانتخابية وفق القانون والنظم واللوائح المعمول بها لدى السلطة أما الجلسة الثانية فستكون حول المجلس الوطني وبمشاركة من رئاسة المجلس الحالية باعتباره المحطة الأخيرة في المسار الديمقراطي ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا في المجلس التشريعي يوم الثاني والعشرين من أيار المقبل وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية في 31 من تموز المقبل وانتخابات المجلس الوطني لفلسطيني الخارج في 31 من آب القادم في مسعى لتسوية الأوضاع وتوحيد جهود الفصائل في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية